شهدت بلدية بئر والدخليفة بولاية عين الدفلاح حالة من الخوف والهلع وسط أولياء تلميذة بعد انتشار خبر العثور على كميات معتبرة من اللحم الحمراء والبيضاء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك بمطاعم المدارس الابتدائية جابنا الجيج هذا يوم السبت ونحن نعلم بأن يوم السبت المؤسسة التربوية هي في عطلة يعني الاستلام فلربما ما يكون يوم السبت يكون يوم الحد في الصباح باش يكون طاضج وينجموا ويتحقوا منه وينسيدوا سويت وبالتالي قال اكتشفنا جابونا بللي حطيناها في الفريقو نورمال قال لك يجينا نطيبوه يوم الحد الصبح هذه دابريل الطباخين وقا قال لك شمينا بللي كائن ريحة نتينا تنطلق من هذا اللحم هذا تم اكتشاف مادة الدجاج الفاسدة في أربع مطاعم اللي هي مطعم مطعم مدرسة مولوج بالقاسم ومدرسة وداني حمد ومدرسة بونعام الجلالي ومدرسة بوغرقة عبدالقادر كانت الكمية هي 81 كيلوغرام قبل الاستعمال التاحها كامل قبل ما يستعملوا هذه المادة تم اكتشافها وتحرر محظر معاين من قبل مكتب حفظ الصحة البلدي مصالح ولاية عين الدفلة أفادت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بخصوص قضية الدجاج الفاسدة انطمنوا سكان بلدية بيرود خليفة وخاصة أولياء التلاميذ اللي يرهم شوية مفزوعين من هذا الخبر انطمنواكم باللي مكتب الصحة راه يوميا وبسيفة روتينية ودائمة يراقب في المواد الغذائية اللي راه يجيبها النموين شكر السيد الوالي على هذه الالتفاة وبما أنه حريص على صحة المتمدرسين على كل حالة المستوى البلدية يعني قام بعمل جبار بعثنا لجنة تحقيق لترأسها السيد الأمين العام وتحمل لجنة الصحة ببلدية بيرود خليفة يوميا لمراقبة الوجبة الغذائية بالمطاعم المدرسية خاصة اللحم البيضاء والحمراء قبل تقديمها لتلاميذة شكرا